بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة رياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معاكم المعلمة أمله تمامي اليوم بإذن الله سنكمل درس النمط اللوني النمط اللوني أخذنا هذه الأهداف التعليمية في الحصة الماضية حققنا بعض هذه الأهداف اليوم بإذن الله سنحقق المتبقي منها طيب نبدأ بالتذكير بالقوانين أو آداب الدراسة عن بعد دائما هناك قوانين لا بد أن نتبعها أولا الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل الحصة إحضار الكتاب والقلم وبعض الأوراق عند الحاجة ووضعها بجانبك أيضا الجلوس في مكان هادئ جلسة صحيحة بجانب ولي أمرك حتى تستطيع التركيز مع المعلمة أيضا عدم مهادرة الحصة قبل أن ينتهي الدرس واضح؟ إذن انتهينا من القوانين تذكرون قصة زيد اللي كان عنده مكعبات لونها أحمر وأخضر وكيف قام بترتيبها بنمط لوني بحيث أنه قام بترتيب المكعبات أحمر أخضر ثم أحمر يليه أخضر أحمر أخضر وقلنا هذا يسمى نمط لوني باستخدام لونين وهو الأحمر والأخضر أيضا قمنا بترتيب سيارات كنمط لوني من خلال استخدام لونين وهي الأحمر والأصفر وقمنا بترتيب سيارة لونها أحمر ثم أصفر ثم أحمر ثم أصفر إذن استخدمنا هنا نمط لوني باستخدام لونين أيضا قمنا بترتيب أيضا سيارات باستخدام نمط لوني لكن بثلاثة ألوان لاحظوا سيارات اللي طلعت أحمر ثم يليه أصفر يليه أخضر أحمر أصفر أخضر إذن هنا أيضا مثلت ماذا نمط لوني لكن كم لون استخدمت لو أعدهم واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ألوان استخدمت الأحمر والأصفر والأخضر طيب خلونا نشوف في هذه الصورة هل تمثل الصورة التي أمامك نمط لوني نمط لوني يعني الألوان تكررت كما في الصورة السابقة أنه أحمر أصفر أحمر أصفر لاحظوا كل سيارة ماذا؟ لون مختلف إذن هذه الصورة لا تمثل نمط لوني لماذا؟ لأنها ألوان مختلفة لاحظوا هنا سيارة لونها أحمر ثم سيارة لونها أصفر ثم سيارة لونها أسود ثم سيارة لونها أخضر إذن ما فيها تكرار ألوان حتى أمثل نمط لوني إذن هذه الصورة لا تمثل نمط لوني نمط اللوني لا بد أن يتكرر اللون وسنطبق هذا أيضا الآن على الطاولة يعني الآن لو شوفون هذه الكرة التي أمسكها تمثل نمط لوني لاحظوا أصفر أزرق أصفر أزرق أصفر أزرق هذا لونين إذن هذا يسمى نمط لوني من لونين أيضا بإمكاني أن أستخدم المكعبات الآن التي تشاهدونها على الطاولة عندي مكعبات لونها أحمر ومكعبات لونها أصفر لاحظوا أنا وضعت هذا النمط اللوني لاحظوا الترتيب مكعب أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر أصفر أحمر طيب أنا لو بمثل نفس تتبع هذا النمط يعني نفس ترتيبة باستخدام اللونين اللي هو الأصفر والأحمر هذه مجموعة الآن هنا عندي في الأول أصفر إذن المكعب الذي سأضعه هنا برأيكم أحمر ولا أصفر شي اختار عشان يكون نفس النمط أحسنتم أصفر أصفر لاحظوا أصفر أصفر طيب يليه اللون الذي بعده يليه لون ماذا أحمر إذن سأضع مكعب هنا لونه ماذا أحمر أحسنتم إذن أنا تتبعت هنا النمط أصفر أحمر يليه أي لون أصفر إذن سأضع اللون الأصفر يليه اللون ماذا أحمر إذن سأضع هنا اللون الأحمر طيب بعده لون أصفر إذن سأضع اللون الأصفر يليه مكعب لونه ماذا أحمر أحسنتم أيضا هذا المكعب لونه ماذا أصفر إذن سأضع مكعب أصفر في الأخير هذا المكعب لونه أحمر إذن سأضع المكعب لونه أحمر إذن ماذا فعلت هنا كونت نفس النمط هنا نمط يتكون من مكعبات لونها أصفر وأحمر وهنا أيضا كونت نمط لوني من مكعبات لونها أصفر وأحمر بنفس التتبع يعني نفس الترتيب نفس التتبع يعني نفس الترتيب طيب أنا استخدمت في هذه الصورة كم مكعب أو كم لون كم لون لونين له أصفر والأحمر طيب فيه نمط لوني يتكون من ثلاثة ألوان وقلنا النمط اللوني ليس شرطا أن يكون لونين بإمكاني أن أضيف لون آخر طيب خلونا نشوف هذا النمط الآن سأضع نمط مختلف أصفر أخضر أحمر أصفر أخضر بعدين أحمر يلي أصفر أخضر أحمر إذن هنا تكرر عندي اللون ماذا؟ أصفر أخضر أحمر أصفر أخضر أحمر أصفر أخضر أحمر كم لون؟ كم لون عندي الآن؟ كم لون؟ ثلاثة ألوان طيب لو طلبت الآن أن نقوم بتمثيل هذا النمط تمثيل هذا النمط أمامكم سأبدأ من أي لون؟ لو تشاهدون هنا المكعب هذا وشلونة؟ لونه ماذا؟ أصفر إذن برأيكم المكعب الذي سأمثله سأضعه بأي لون؟ أيضا أصفر حتى أتتبع النمط إذن أصفر أصفر يليه هذا اللون ما اسمه؟ أخضر إذن سأضع مكعب لونه أخضر يليه هذا المكعب ما لونه؟ أحسنتم أحمر إذن سأضع مكعب أحمر هذا اللي يسمونه تتبع النمط إني أسوي نفس النمط بنفس الألوان سواء كانت لونين أو ثلاثة ألوان أكمل هنا عندي ماذا؟ أصفر إذن سأضع أصفر أيضا هنا أخضر سأضع اللون الأخضر يليه أي لون؟ أحمر سأضع اللون الأحمر يليه أصفر ثم أي لون؟ الأخضر يليه اللون الأحمر إذن ماذا فعلت هنا؟ مثلت نمط لوني من ثلاثة الألوان الموجودة أمامكم وهي الأصفر والأخضر والأحمر طيب لو مثلا أنا وضعت هذا الترتيب يعني ألغيت الأحمر ووضعت أخضر 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 هل يعتبر هذا تمثيل لنفس النمط؟ نفس الألوان ونفس الترتيب؟ لا هذا لا يعتبر نمط لوني لماذا؟ لأن الألوان والترتيب اختلف لو تلاحظون هنا أصفر وضعت أصفر هنا أخضر وضعت أخضر لكن هنا أحمر هل وضعت أحمر؟ لا إذن هذا لا يعتبر نمط لوني لا يعتبر نمط لوني إنما النمط اللوني لابد أن اللون يتكرر وأمثله بنفس النمط ما أغير الألوان كما فعلت الآن يعني الآن أنا غيرت الأحمر خليت أخضر هل هذا يعتبر نمط لوني؟ لا لابد أن تكون نفس الألوان ونفس الترتيب يعني ما أقدر أحط لون تاني خلاص أحمر لازم أحط أحمر هنا هنا أحمر أيضا لابد أن أضع الأحمر هنا وهنا أيضا عندي مكعب لون أحمر إذن لابد أن أضع لون أحمر فقط ما يصلح شيء للأحمر وحط أخضر نفس اللون لا لابد أن أضع نفس التسلسل ونفس الترتيب ونفس النمط أصفر أصفر أخضر 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 أحمر 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 أصفر أصفر أخضر أخضر أحمر أحمر إذن أنا ماذا فعلت الآن؟ مثلت نمط لوني من ثلاثة ألوان وبإمكاني أن أزيد الألوان قلنا لونين أو أكثر سواء ثلاثة أو أربعة أهم شيء في فكرة النمط إنه يكون نفس التسلسل الألوان ونفس التنظيم هذا هو النمط اللوني طيب نشوف هنا عندي في هذا التمرين عندي هل أستطيع تكوين نمط لوني من الألوان التي أمامك هنا عندي لون أزرق ولون أخضر أبغى أكون نفس النمط في هذه المربعات نفس النمط من لون أزرق ثم أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر دعونا نشوف الآن سيظهر أمامنا على الشاشة ماذا وضعت؟ أزرق يليه ماذا؟ أخضر إذن أنا هنا بديت تكوين نمط لوني النمط اللوني من اللونين اللي هي الأزرق والأخضر أزرق أخضر طيب برأيكم المربع هذا سأضع فيه أي لون؟ أيضا أزرق ثم يليه لون أخضر أزرق أخضر أزرق إذن هنا كونت نمط لوني من لونين وهي الأزرق والأخضر إذن هذا هو نمط لوني صحيح هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم الآن جاء دورك عزيزي وليل أمر بتعميم المهارة كما فعلت بإحضار مثلا مجموعة من المكعبات أو البطاقات بإمكانك تستخدم حتى البطاقات الملونة حتى تكون سهلة عليك إذا لم تتوفر المكعبات وابدأ بتنظيمها بنمط لوني سواء لونين ثم غير ابدأ زد الألوان ثلاثة أربعة أهم شيء أن يمثل الطالب نفس الترتيب أو نفس النمط اللوني الذي قمت باستخدامه أو من خلال قراءة القصص التعليمية التي تحتوي على مفهوم النمط اللوني أيضا من خلال تصفح مثلا بعض الصور وكما فعلت الآن لما نوريتكم في بداية الحصة الكورة وكيف أن الكورة فيها نمط لوني من اللونين وهو الأزرق والأصفر بإمكان أن يبحث حول عن أي شيء يمثل نمط اللوني هذا هو درسنا اليوم كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة